استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وبحضور سمو المقدم ركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة أفرادا من الحرس الملكي والذين سيغادرون للمشاركة في اعتلاء قمة إفرست وطلع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على استعدادات أفراد رجال الحرس الملكي قبل المشاركة في المهمة القادمة حيث أعرب سموه عن تقديره للجهود البارزة التي بذلها الأفراد في تحقيق الهدف المنشود وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إننا ندرك تماما أن أبناء البحرين قادرون على تجاوز الصعاب والتحديات مهما كبرت وهو الأمر الذي جسده أعضاء فريق الحرس الملكي في قهر الصعاب طوال الفترة الماضية وسط الأحوال الجوية الصعبة والممرات الجبلية الوعرة وابناء البحرين الذين يمتلكون عازمة لا تلين وإرادة لا تنكسر أثبتوا قدرتهم وشجاعتهم وعملهم الجماعي والتكاتف بروح فريق البحرين لتحقيق إنجاز استثنائي وتبع سموه سوف تكون هذه الخطوة مهمة لأفراد الحرس الملكي وثقتنا كبيرة في قدراتهم للوصول إلى قمة إفرست وصناعة إنجاز من خلال رفع علم البحرين متمنين كل التوفيق والنجاح لأفراد الحرس الملكي في إنجاز هذه المهمة بنجاح ترجمة نانسي قنقر